تجددت الاشتباكات اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في كل من الخرطوم والسنار والفاشر من جانب آخر وصل ممثلون عن طرفي الحرب في السودان إلى جينيف لإجراء محادثات بوساطة الأمم المتحدة بهدف وقف محتمل لإطلاق النار في مناطق من أجل تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بعد هجوم فاشل للدعم السريع الجيش السوداني يضرب بعصا من حديد حيث شن الجيش هجمات مكثفة بالمدفعية الثقيلة والطيران على مواقع لقوات الدعم السريع جنوبي وشمالي الخرطوم في وقت تجددت فيه الاشتباكات بمدينة الفاشر في إقليم دارفور وأسفر القتال بولاية شمال دارفور حتى الآن عن سقوط ألفي قتيل من المدنيين وفرار أكثر من 143 ألف شخص من منازلهم إلى مدن أخرى بالولاية وفي ولاية سيناروا من عدة محاور تصدى الجيش السوداني لهجوم قوات الدعم السريع وتمكن من تدمير عدد من آلياته العسكرية فضلا عن الاستيلاء على سبع سيارات قتالية وتدمير تسع عربات أخرى كما تلقت تجمعات الدعم السريع في منطقة جبل مويا غرب سينار ضربات جوية من قبل الطيران الحربي من جانب آخر أصدر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو قرارا أنهى بموجبه تكليف يوسف إبراهيم عزت من مهام المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع ليزداد البشهد غموضا سواء من حيث بوادر إنهاء الصراع الدائر أو على مستوى الداخلي لطرفي الصراع اشتركوا في القناة